السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم يا قوم سادس ايام رمضان المبارك ومعانا سؤال جديد من الاخت صافيا رفعت بتسأل هل الهجرة الى كندا او السفر للسيدة وحدها مع اولادها يكون في صعوبة وايه هي التحديات اللي ممكن توجهها في البداية وكالعادة خلينا نفكر حضوريا انه اللي عنده سؤال وحابب ان انا اجاوب عليه يريد يكتب السؤال ده في الفيديو المخصص لذلك هاتلكوا رابط فوق ورابط في الوصف بتاع الفيديو ده يريد تدخل هناك وتكتب سؤالك وان شاء الله اجاوب عليه علشان اجاوب سؤال الست صافيا خلوني ابدأ بالتحديات انا جمعتلكوا كده من خلال واقع تجربتي ومن خلال اللي انا شايفه من حواليها عشر تحديات اعتقد ان التحديات دي ممكن تواجه اي حد هي يروح اي مكان مختلف عن مكان هو متعود ان هو يعيش فيه سواء كان كندا او غيره من القرية اللي انت فيها الى المدينة الى المدينة مثلا او حتى من المدينة اللي انت فيها الى مدينة تانية في نفس البلد او الى مدينة تانية في بلد تانية الى اخره في تحديات عشرة غالبا بنواجهها تعالوا نتكلم عنها بالنسبة الكندا ايه اللي ممكن يواجهنا في كل تحدي من التحديات دي ولو حد عنده تحديات تانية انا ما ذكرتها اشريت تذكرها في التعليقات من باب الفائدة للناس جميعا اعتقد ان الحاجس الاول والاكبر هو هل هلاقي عمل في مجالي ولا لا ودي حاجة طبعا مش سهلة وده اكبر تحدي ممكن يواجهه من وجهة نظري المغترب الجديد الى كندا خصوصا الناس اللي اعمالهم بتحتاج رخصة عمل شكده باقترح دايما على الناس دي ان هم يحاولوا ان هم يبدأوا في اجراءات الحصول على الرخصة قبل ما ينزلوا كندا بشكل نهائي الاحصاءات بتقول انه من 40% ل 50% من الناس بيلاقوا وظيفة مناسبة ليهم في اول 6 اشهر وتكبر النسبة الى 70-80% في خلال اول سنة فانت توقع وانت جاي انك قدامك 6 اشهر على الاقل لغاية لما تلاقي لك الوظيفة المناسبة فيه ناس اللي جيتها على طول وفيه ناس خدت وقت وفيه ناس بتاخد اكتر من سنة لكل مجتهد نصيب ان شاء الله ويعني خد في بالك فترة 6 اشهر الى سنة لغاية لما تلاقي شيء مناسب وهنا بتكلم عن ناس اللي عندهم رخصة عمل خلاص او اعمالهم ما بتحتاجش او المهنة بتاعتهم ما بتحتاجش رخصة عمل دول طبعا فرصهم اسهل واكبر في الحصول على عمل مقارنة بالناس اللي بيشتغلوا في مجالات محتاجة رخصة رخصة مزاولة المهنة التحدي الثاني ومن وجهة نظريه هو برضو ينطبق على الاثنين سواء الذكر او الانثى اللي هو اللغة والعادات والقيم طبعا انت جاي مجتمع جديد حتى لو كنت بتكلم انجليزي كويس الناس في كندا هتلاقيهم ممكن بيستخدموا مصطلحات انت مش متعود عليها هتحتاج لك شوية وقت لغاية لما تتأقلم على الكلام ده فعلى مدى قوة لغتك خارج كندا هيكون التأقلم يمكن يكون اسهل او اصعب فانه لغة جديدة انه عادات جديدة حواليك وقيم مختلفة سواء كانت قيم افضل او قيم اسوأ ما هو برضو احيانا بنحتاج وقت لغاية لما نتعود ان احنا نعمل حاجة الصح احنا في بلادنا ممكن نكون متعودين على ان احنا نعمل حاجات معينة بالطريقة خاطئة لما نيجي هنا ونلاقي صعوبة ان احنا ممكن نتأقلم ان احنا نعمل حاجات بالطريقة الصحيحة فدي برضو يعني اللغة العادات القيم حاجات ممكن ناخد بالنا منها وممكن تكون مصدر صعوبة لنا في اول ايامنا هنا في كندا الطقس وما ادراك ما الطقس واكيد ده برضو عامل الاثنين بيتأثروا بالذكور والاناث لكنه يمكن الاناث بيكون تأثيرهم اكبر بالحكاية دي مش عارف طبعا كندا طقس البارد الثلوج على حسب انت هتنزل فين في كندا لكنه بشكل عام الجو في كندا ابرد من بلادنا فالموضوع ممكن يكون صعب فالتأقلم على الطقس نصيحة دائما انك انت تبدأ تجرى عن الطقس في مكان اللي انت رايح له وتشوف هو وضعه ازاي وتبدأ تجهز نفسك للموضوع ده بدري بدري من التحديات برضو اللي هي ممكن تكون على الجميع اللي هو دعم العائلة والاصدقاء وبدون شك يمكن الذكر يكون عنده القدرة ان هو يعني يتأقلم اكتر عن الموضوع ده من باب ان احنا الذكر في بلادنا متعود ان هو يكون يعني هو اللي بيدعم اصلا غيره لكنه برضو مش معنى كده انه مش هيتأثر لا التأثر موجود لكنه دعم العائلة العائلة اللي ما تكون حواليك والاصدقاء بيدو لك دعم طبعا هنا هتفتقدوا هنا في كندا ويمكن الست صافية ده دي منطقة ممكن تكون هي اللي ممكن تأثر او يعني يعني ممكن تكون فيها صعوبة شوية عليك اكتر بما انك هتكون هنا والاولاد لوحدكم فمحتاجة تحضر نفسك نفسيا عن الموضوع ده انه الحمد لله مع الانترنت ومع التواصل ممكن يكون فيه نوع من النوع التواصل اليومي المستمر مع العائلة الى ان تستقر الامور في كندا والتواصل دايما يكون هم موجود بعد كده بس يعني شوية شوية لغاية لما نتعود على الموضوع ده القيود المالية طبعا البلد هنا غالية شوية الحياة فيها غالية مش رخيصة غالية في بعض الامور وممكن تكون رخيصة في بعض الامور لكنه ازاي تدير امورك المالية دي محتاجة برضو قدرة على انك انت الوحدك انت المتكون الوحدك ومعاك الأولاد ازاي هتقداري تديري امورك المالية سواء لقيت شغل ولا لا حتى لو عندك فلوس في البنك ازاي تقداري تديري امورك المالية انا هنا بوجه كلامي الست صافية بما انك لوحدك لو كنت في بلادنا معتمدة على الرجل فهديها تبقى مشكلة ان هو يديري الامور المالية لكن لو كنت هنا انت لو كنت في بلادنا انت بتديري الامور المالية بنفسك فالموضوع هيكون سهل عليك هي الفكرة بس ادارة الاموال الموضوع ده مسهل هنا هتبقى الامور اصعب لانه التحياة والتكاليف برضو غالية الاعتراف بالشهادة والخبرات الواحد بكون جاي من بلده وعنده يعني خبرات ما شاء الله تبارك الله وهنا بلاقي فجأة ان مين بيعترف بيها ما انت كنت شغال برضو في مكان الله اعلم هو ايه بالنسبة للناس اللي موجودة هنا فهو برضو يختلف هل انا كنت شغال في بلادنا في شركة ملتيناشونال معروفة مشهورة عالميا ولا شغال في مكان محدش محدش سمع عنه محدش هيسمع عنه فطبعا دي بتبقى مشكلة وازاي اقدر اتأقلم مع الفكرة دي ان انا هاجل الهنا يمكن احيانا وبعض الناس انه انا فقدت حتى كل الخبرات دي وملهاش اي معنى وهابدا من اول وجديد ومع الوقت اقدر اثبت شوية شوية للمكان اللي انا شغال فيه ان انا فعلا عندي الخبرات دي دي برضو من التحديات الصعبة اللي بنعدي عليها لما نوصل كندا المواصلات نظام المواصلات هنا في كندا مختلف عن معظم نظم المواصلات في بلادنا فانت وانت غاية لما انسان يتعود عليها والباص والمترو ومش عارف ايه وازاي هنركب يعني ازاي هنركب مواصلات وازاي نقدر نروح لمشاويرنا سواء كان للمدارسنا او لاشغالنا او للسوق الى اخرى دي برضو محتاجة محتاجة الاول دراسة عشان تخلي الموضوع قبل ما تنزل لكندا تدرس المدينة اللي تراحلها تدرس ازاي طرق المواصلات فيها تدرس ايه اللي محتاج عشان مسلا تاخد رخصة بسرعة برضو الحصول وانت صلع الرخصة غالبية بلادنا اذا ما كانش كلها الرخصة بتاعتها مش معترفة انت مش معترف بيها انت ممكن تسوق لمدة ثلاث اشهر في المدينة في المدينة اللي انت فيها او في كندا بس بعد كده خلاص فلازم تعرف ايه احسن الطرق انك انت يعني تعجل باستخراج الرخصة الكندية من ضمنها انك انت تحضر ما يثبت خبراتك في القيادة في بلدك الى اخر حالات كلامنا عنها كثير بس يعني المواصلات برضو حاجة من الحاجات التي تبقى في الاول صعبة لغاية لما تتعود عليها وبرضو من المواصلات انك انت ازاي تسوق في التلج وتسوق في المطر بالشكل ده وتسوق في الاجواء دي دي انا فاكر اول مرة سوقت فيها في تورونتو لما جيت كان مطر شديد انا كنت اعمل حادثة ومعرفتش ووقفت في نصف الشارع ما ربش اتحرك لانو ما كنت شايف حتى مع المساحات هي ماشية ما كنتش قادر اشوف المياه فكنتش عارف اعمل ايه كانت صعبة جدا مخصوصا مع الاشارة وازاي تروح الشمال وحاجات جديدة انت مش عارفها فكانت صعبة جدا في الاول فهو يستحسن انك تاخد بالك في الاول تعتمد يمكن اكتر على التكاسي او او اوبر الى اخر لغاية لما شوية شوية او تسوق في اماكن ما تكونش يعني زحمة انا لا انا سوقت في الطريق العام على طول والحمدلله ربنا ستر نيجي الموضوع طبعا مهم جدا للناس اللي عندهم اولاد وطبعا هيكون مهم للست صافية اللي هي صاحبة السؤال تربيت الاولاد يعني تربيت اه ربي اولادي ازاي في البلد دي وخصوصا مع النمط اللي في دماغنا عن البلاد الاجنبية انه يعني الحياة فيها مش عارف ايه وهيعملوا في اولادنا ايه والمدارس هيكون ايه و الى اخره يعني موضوع موضوع بيشغل بال الكتير ومن التحديات طبعا لأي اب جاي هنا ازاي يقدر يحافظ على العادات والتقاليد اللي هو عايز اولادو يحافظوا عليها لانه في ناس بتيجي هنا مش عايز تحافظ على كل العادات والتقاليد لكنه هتختلف من شخص لشخص فانت ازاي تقدر تحافظ على الجزء اللي انت عايز تحافظ عليه في اولادك دي مشكلة وتحدي انا عملت فيديو كامل على الموضوع ده هتركوا الرابط فوق وفي الوصف بتاع الفيديو يريد تشوفوا وجهة نظري في الموضوع ده اتكلمت عنها سابقا السكن سكن ناكتة ازاي تلاقي السكن المناسب خصوصا البيوت هنا مختلفة الفيديو اللي عملته عن انواع البيوت في كندا برضو هتركوا الرابط فوق وفي الوصف بتاع الفيديو ده بيوريكوا ان الدنيا ازاي هنا مختلفة شوية وانواع البيوت مختلفة شوية خصوصا لما بتسكن في شقة في عمارة والحيطان انت سامع اللي جنبك وهما سامعينك انا لو بتكلم بالصوت ده في وانا ساكن في شقة هتلاقي كل جيراني دلوقتي بيخبطوا على الباب برحمنا يا عبد الرحمن السوط العالي هيكون واصل لهم فهو ده موضوع صعب جدا فيه ناس اوض النوم بتاعتهم مثلا متلاسقة بالصالة بتاعت جيرانهم ودي بتبقى مشكلة كبيرة فالتعود على السكن او لغاية لما تجد السكن المناسب لك برضو هياخد وقت وفيه تحديات لغاية مثل اقلم على الموضوع ده اخر حاجة من وجهة نظري اللي هي العنصرية والتمييز يعني بدون شك تسمعوا كتير عن الموضوع ده وبدون شك النظرة العامة ان احنا هنا لما بنيجي في كندا فيه عنصرية ضدنا سواء من الفئات المعينة دي ولا الفئات المعينة دي مش عايزة سمي عشان برضو ما دخلش انا في الموضوع ده انه انا يعني اعمل حاجة انا بتكلم عنها لكنه في ناس كتيرة بتعتقد انه لا انا مش قادر انجح في ايامي الاولى في كندا علشان فيه عنصرية ضدي نصيحتي دائما تخلص من الحكاية دي كندا بلد عنصرية فيها مجرمة موجودة ممكن تكون موجودة لكن بنسب قليلة جدا مقارنة حتى ببلادنا لكنه انت لو قعدت يعني تدي لنفسك اعزار انه انا والله ممكن الناس يكونوا ضدي والله الجنسية الفلانية بتوظفش الا اللي زيها واللون الفلاني ما بيعملش الا اللي زيه وانا الدنيا مش حباني علشان انا كذا وتعيش في المظلومية دي يمكن تكون صعب عليك شوية انك انت تقدر تتأقلم محجبة يعني ممكن تشعر انه والله انا الدنيا مش كويسة معاي علشان انا محجبة قد يكون فيه منه وبدون شك فيه بيحصل وفيه تجارب اسمعنا عنها لناس يعني حصلت لهم مشاكل خصوصا السيدات بعض السيدات المحجبات حصلت لهم مشاكل هم مؤمنين تماما معتقدين ومقتنعين تماما ان هو بسبب الحجاب وقد يكون ذلك صحيح لكنه لما تشوف لاغلبية المحجبات مش هتلاقي الكلام ده منتشر بشكل عام ممكن تكون حالات معينة موجودة فيه مدن معينة ممكن ادرس المدينة اللي انت رايح لها ممكن يكون هنا ولا هنا برضو مش عايزة اسمي اماكن علشان ما ادخلش في نفس المحظور اللي انا بتكلم عنه لكنه ممكن تبحث اكتر عن مكان اللي انت فيه اللي انت رايح له هل الحكاية دي موجودة فعلا ولا لا ولهم وجودة اي نسبة وجودها العنصرية والتمييز شيء بشري الحلو في كندا انه هو مجرم قانونا فالقانون ما فيهوش قواني يعني قانون ما بيدعمش العنصرية زي بعض القوانين اللي قد تكون وجودة في اماكن اخرى وده شيء كويس لكن الاحساس ده هتلاقيه موجود في البداية خصوصا لغاية لما تلاقي الشغل وتلاقي نفسك وتستقر قد يكون يعني شيء مريح انك انت تشعر انه انا والله مش لاقي ومش قادر استقر علشان انا فيه عنصرية ضدي بدلا ما تكون تدور على ايه المشكلة الحقيقية وتبدأ تبحث عن شيء يعني ممكن فعلا يطلعك من الصعوبة اللي انت بتواجهها في ايجاد شيء معين انت بتدور عليه لكنه هي موجودة هو تحدي هيتكلم عنه ناس كثير الحمد لله انا شخصيا لم اواجهه ابدا ولله الحمد لكنه موجودة يعني مش ابدا ابدا يعني في خلال سبع تمن سنين يمكن شخص واحد عمل حاجة صغيرة جدا شيء موجود يعني لما بقارن باللي كان فيه في بلادنا يعني شيء لا يقارن ابدا واحد من الالف في المية واحد من المية في الالف حاجة زي كده يعني واحد في المليون من اللي احنا كنا بنشوفه في اماكن معينة في بلادنا وطبعا من الحاجات اللي انا ما ذكرتهاش من العشرة دولي لكنها طبعا شيء مهم جدا اللي هو التعرف على الانظمة وايه الحاجات اللي انا المفروض اعملها في اول اسبوعين اول شهر الى اخره الاوراق الرسمية الكرت الاقامة التأمين الصحي ازاي اسجل اولاد في المدارس ازاي احصل على الرخصة الحاجات دي كلها دي برضو دي بتبقى من العوائق طبعا والتحديات لكنه دي يعني فيه اللي هما المكاتب اللي هي بتقدم خدمات المهاجرين ممكن تساعد جدا في الموضوع ده لكن اما الحاجات اللي هي المهم انه الانسان برضو يتعرف عليها وقد تصيب في الاول وقد تكون عائق وقد تكون عائق في الاول للناس اللي هما جايين جدد ويمكن تكون للسيدة اللي هي مش متعودة ان هي تعمل حاجات دي في بلادنا ممكن يكون برضو صعب عليها ان هي تعمل حاجات دي لوحدها فبتحتاج مساعدة يمكن انا ما ذكرتهاش من ضمن العشرة لان هي دي حاجة موجودة بالطبيعة هتلاقيوها في مكاتب اللي هي بتؤدي او بتساهم في مساعدة المهاجرين الجدد من خلال تقديم الخدمات دي ليهم وتقديم المشورة وتعريفهم ازاي يعملوا حاجات دي فبيقول موضوع اسهل بس هو يبقى ازاي اقدر اوصل للناس دي علشان يساعدوني بس هو ده اللي انا حبي اتكلم عنه هي دي التحديات يا سيد صافية اللي اعتقد اللي هي الاكبر تحديات اللي ممكن تواجه الناس اللي بيجو كندا جديد تختلف طرق تعاملنا معاها سواء كان ذكرة او انثى معايا اولاد او مش معايا اولاد يريد يعني تبص فيهم مرة تانية كده وتقول لنفسك ايه الحاجات اللي ممكن تكون موجودة او ايه التحديات العوامل اللي ممكن لو خديها في كل تحدي من دولي تسهل عليك الموضوع شوية وربنا يسهل ان شاء الله الجميع اتصلوا بالسلامة وتستقروا ان شاء الله بشكل كامل في كندا بدون مشاكل وتتخلصهم كل التحديات دي ما تنسوناش من الدعم المستمر شير لايك سبسكرايب تفعيل الجرس دعواتكم خليكوا في البيت قريبا ان شاء الله هنبدأ نطلع في امان الله اشتركوا في القناة